اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اجلالا للقاضي الثالث اصديت الى المنادي الرابع على الباغ تدور الدوائر ونأتي الى البحث الكلمات الجاني والقاضي والمنادي والباغي كلها اسماء معربة وفي آخر كل منها ياء ثابتة مكسور ما قبلها هذه الأسماء وما شباها تسمى بالأسماء المنقوصة واذا تأملنا هذه الأسماء وجدناها في القسم الأول مرفوعة لأن كل منها يقع فاعلا وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها يقع مفعولا به وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر ولكننا لا نرى هنا من علامات الأعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب فما السبب في ظهور علامة النصب وحدها واختفاء علامة الرفع والجر السبب في ذلك أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ياء والياء يخف ظهور الفتحة عليها ويذقل ظهور كل من الضمة والكسرة ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء ونأتي إلى القاعدة ونقول المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالتين الرفع والجر أما النصب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة